استقبل سمو اللواء الركن شيخ ناصر بن حمد الخليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي العميد الركن رائد أحمد العجارمة قائد الحرس الملكي الخاص الأردني وخلال اللقاء أشاد سمو مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي بعمق علاقات الأخوة الوثيقة التي تربط مملكة البحرين مع المملكة الأردنية الهاشمية وما تشهده تلك العلاقة من تطور على مختلف الأصعدة وذلك في إطار ما يشهده البلدان من علاقات متميزة في كافة المجالات خاصة ما يتعلق منها بالتعاون العسكري والدفاعي هذا واستمع قائد الحرس الملكي الخاص الأردني إلى إيجاز عن الحرس الملكي بقوة دفاع البحرين يوضح الأدوار والواجبات والمهام واستراتيجية التطوير والتحديث بعدها قام سمو مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي رفقه قائد الحرس الملكي الخاص الأردني في جولة اطلع خلالها على مركز العمليات والسيطرة ومتحف قوة الحرس الملكي الخاصة حيث أبدأ إعجابه بما شاهده من مغتنيات ومعروضات للمتحف ثم قام بتسجيل كلمة في سجل الزوار بهذه المناسبة وبعدها شهد سمو مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي بحضور قائد الحرس الملكي الخاص الأردني تنفيذ تطبيقات عسكرية عملية ميدانية حيث أشاد قائد الحرس الملكي الخاص الأردني بالمستوى المتقدم في تنفيذ تلك التطبيقات العسكرية التي اتسمت بالمعنويات العالية ومستوى المهارات الاحترافية المتقدمة وفي الختام ثمن سمو مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي زيارة قائد الحرس الملكي الخاص الأردني والتي تصب في تعزيز التعاون العسكري المشترك بين البلدين الشقيقين حضر اللقاء اللواء الروكن حمد خليفة النعيمي نائب قائد الحرس الملكي وعدد من ضباط الحرس الملكي